بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخوتي وأخواتي طلاب وطالبات الصف السابع في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية سنعزز اليوم درس الإملاء الذي بدأنا به في الدرس السابق ألا وهو الألف اللينة في الأسماء والأفعال الثلاثية وغير الثلاثية أهدف الدرس عزيزي الطالب يتوقع منك في نهاية الدرس أن تصبح قادرا على توضيح سبب كتابة الألف اللينة قائمة أو مقصورة في الأسماء والأفعال غير الثلاثية وكتابة كلمات غير ثلاثية منتهية بألف لينة كتابة صحيحة وكتابة ما يملى عليك كتابة صحيحة تذكر معي أيها المجتهد أهم ما تناولناه في الدرس السابق عندما تحدثنا عن سبب كتابة الألف اللينة في نهاية الأسماء والأفعال الثلاثية وقلنا إننا في هذه الحال نعود إلى أصلها فإذا كان أصلها واوا تكتب ألفا قائمة وإذا كان أصلها ياء تكتب ألفا مقصورة أما في الأسماء والأفعال غير الثلاثية فتكتب دائما ألفا مقصورة إلا إذا سبقت بها فتكتب ألفا قائمة وهناك بعض الاستثناءات للأعلام الأعجمية وبعض الأسماء المبنية أعزاء الطلاب أشرنا في درس سابق إلى ما يأتي تذكر الألف اللينة هي ألف تكون آخر الكلمة وتنطق ألفا فتكتب أحيانا بصورة الألف القائمة وأحيانا بصورة الألف المقصورة ألياء غير منقوطة وتكون في آخر الأسماء والأفعال على السواء أولا الألف اللينة في الأفعال الفعل الثلاثي إذا كان أصل الألف ووا فإنها تكتب بصورة الألف القائمة مثل دعا دنا عفا وإذا كان أصل الألف ياء فإنها تكتب بصورة الألف المقصورة مثل رمى جرى ثانيا الفعل غير الثلاثي إذا كانت الألف اللينة غير مسبوقة بياء فإنها تكتب ألفا مقصورة ياء غير منقوطة مثل أعطى اهتدى استعلى وإذا كانت الألف مسبوقة بياء فإنها تكتب ألفا قائمة مثل يحيا يعيا استحيا ملحوظة تكتب الألف اللينة في يحيا قائمة إذا كان المراد بالكلمة الفعل وتكتب ألفا مقصورة إذا كان المراد بالكلمة العلم يحيا ثانيا الألف اللينة في الأسماء في الأسماء الثلاثية إذا كان أصل الألف ووا فإنها تكتب ألفا قائمة مثل عصى ذرى خطى الحجى الربى الشذى وإذا كان أصل الألف ياء فإنها تكتب ألفا مقصورة مثل رحى فتا قرى ضحى ثانيا في الأسماء غير الثلاثية إذا كانت الألف غير مسبوقة بياء فإنها تكتب ياءا غير منقوطة مثل كبرى صغرى رضوى مستشفى وإذا كانت الألف مسبوقة بياء فإنها تكتب ألفا قائمة مثل زوايا هدايا مرايا دنيا منايا خطايا ثالثا تكتب الألف اللينة في آخر الأسماء الأعجمية غير الثلاثية قائمة خلافا للقاعدة مثل تكنولوجيا كندا زكريا عدا بعض الكلمات مثل عيسى موسى يحيى كسرى بخارى رابعا كيف يعرف أصل الألف اللينة هل هو واب أو ياء يميز أصل الألف اللينة واب أو ياء في حالة الأسماء والأفعال بطرائق عدة أولا في حالة الأسماء التثنية وهو الإتيان بمثنى الكلمة إن كانت غير مثنات مثل فتيان في فتا لحظنا هنا أصل الألف ياء أو الإتيان بالجمع المؤنثي مثل خطوات أيضا هنا أتينا بجمع خطوة أو الإتيان بالمفرد مثل ربوة مفرد ربا قرية مفرد قرى ثانيا في حالة الأفعال الإتيان بالمضارع مثل يرمي رمى يغزو غزا أو الإتيان بالمصدر مثل رميا رمى رميا وغزا غزوا أو أن تسند إلى ضمير رفع متحرك مثل رمى رميت وغزا غزوت والآن عزيزي الطالب حان دورك للإجابة عن أنشطة وتدريبات الكتاب المدرسي في الصفحة رقم 163 و 164 السؤال الأول صنف الكلمات المنتهية بألف لينة كما في المثال لاحظ المثال المحلول الكلمة فتاة كتابة الألف اللينة فيها مقصورة السبب في كتابة الألف اللينة لأنها وقعت في الاسم الثلاثي وأصل الألف اللينة ياء وعرفنا ذلك من خلال جمعها أو تثنيتها على فتيان وفتيان الكلمة الثانية عليا كيف كتبت الألف اللينة فيها يا مجتهد أحسنت بارك الله فيك كتبت ألفا قائمة لماذا؟ نعم بارك الله فيك لأنها وقعت في نهاية الاسم غير الثلاثي ولأنها سبقت بياء الكلمة الثالثة مصطفى كيف كتبت الألف اللينة فيها؟ أحسنت مقصورة لماذا؟ نعم بارك الله فيك لأنها وقعت في نهاية الاسم غير الثلاثي ولم تسبق بياء لاحظ الفعل استعصى كيف كتبت الألف اللينة فيه؟ نعم بارك الله فيك كتبت ألفا مقصورة لماذا؟ نعم لأنها وقعت في الفعل غير الثلاثي ولأنها لم تسبق بياء انظر في رؤيا كيف كتبت الألف اللينة؟ أحسنت كتبت ألفا قائمة لماذا؟ لأنها في الاسم غير الثلاثي وسبقت بياء مجتبة أحسنت كتبت ألفا مقصورة والسبب في ذلك لأنها وقعت في الاسم غير الثلاثي ولم تسبق بياء السؤال الثاني نجا يحيى من الغرق في البحر بعد أن ركب على لوح خشبي فقرر أن يتحمل مسؤولية نفسه ومضى يغالب الأمواج حتى أوى إلى الشاطئ القريب من الثرى وتخلص من المحنة الكبرى عزيزي الطالب استخرج من الفقرة السابقة ألف فعلا ثلاثيا كتبت ألفه قائمة واذكر مضارعه أحسنت بارك الله فيك الفعل نجا ما مضارعه يا مشتهد نعم ينجو لهذا كتبت الألف قائمة فيه لأن أصلها وون باء هاتي علما اسما مختوما بألف لينة خلافا للقاعدة من الذي نجا من الغرق نعم بارك الله فيك يحيا وقلنا إن يحيا يكتب هنا بألف مقصورة خلافا للقاعدة لماذا لكي نميزه عن الفعل يحيا والذي هو بمعنى يعيش فالفعل يكتب بألف قائمة أما الاسم يكتب بألف مقصورة جيم هاتي فعلا ثلاثيا كتبت ألفه اللينة مقصورة واذكر مضارعه نعم بارك الله فيك مضى مضارعه يمضي وأوى مضارعه يأوي ثم هاتي اسما ثلاثيا ختم بألف مقصورة أحسنت الثرى وهاتي اسما غير ثلاثيا ختم بألف مقصورة بوركتا يا مجتهد الكبرى السؤال الثالث عزيزي الطالب استبدل الفعل الماضي بالفعل المضارعي في الجمل الآتية ألف يصحو الطالب من نومه مبكرا حدد لي الفعل المضارع أحسنت يصحو استبدل به الماضي بوركت صحا وكيف نكتبه بألف قائمة أم بألف مقصورة أحسنت بارك الله فيك نكتبه بألف قائمة لأن أصل الألف واو باء ينوي أبي الرجوع إلى الوطن بعد أسبوع أين الفعل أحسنت ينوي والماضي منه نعم بارك الله فيك نوى وتكتب الألف اللينة هنا مقصورة لأن أصلها ياء جيم يروي القاص في كتارا قصص تحمل المسؤولية لدى الأجداد حدد الفعل بوركت يروي الماضي منه نعم روى وتكتب بألف مقصورة لأن أصلها ياء دال يسقي المزارع وأشجار حديقة سبير حدد الفعل نعم بارك الله فيك يسقي الماضي منه يا مجتهد بوركت سقع وتكتب الألف اللينة هنا مقصورة لأن أصلها ياء الآن عزيزي الطالب ركز جيدا واكتب ما سيملى عليك ستستمع إلى النص مرتين في المرة الأولى سأقرأ النص بصورة سريعة كي تفهم من خلالها الفكرة العامة للنص في المرة الثانية ستقوم بكتابة النص غيبا والآن جهز دفترك واستمع جيدا للقراءة القراءة الأولى الخليفة الخامس تولى الخليفة عمر بن عبد العزيزي الخلافة فأحيى سنة المصطفى ولم يروى عنه أنه استعلى على أحد أو استحيى في حق عرف بالتقوى والزهد في الدنيا دعا إلى الانصراف عن مباهج الحياة الأولى والعمل للآخرة وكان ينأى عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى القراءة الثانية هنا عزيزي الطالب ستقوم بالكتابة ولا تنسى أن توقف المقطع إذا وجدت نفسك متأخرا لكي تستأنفه بعد أن تنتهي العنوان الخليفة الخامس تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز الخلافة فأحيى سنة المصطفى ولم يروى عنه أنه استعلى على أحد أو استحيا في حق عرف بالتقوى والزهد في الدنيا دعا إلى الانصراف عن مباهج الحياة الأولى والعمل للآخرة وكان ينأى عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى نقطة انتهى والآن عزيزي الطالب تأمل النص مكتوبا بصورته الصحيحة وصوب أخطائك إن وجدت بهذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم أملين من الله عز وجل بأن تكون قد أصبحت قادرا على كتابة الألف اللينة في الأسماء والأفعال الثلاثية وغير الثلاثية بصورتها الصحيحة استودعك بأمان الله اشتركوا في القناة